بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن سيد الدنيا نعم إنه قادم 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 نبتجي قبل ما نتكلم عليه ناخد فكرة إن الله سبحانه وتعالى قبل ما يبعث الأنبياء على الأرض كان ياخد عليهم ميساق وعهد إيه هو العهد؟ كان يقول لهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله والإقرار بولاية علي وأبناء علي فهم كلهم وفقوا على كده كل ياته إنما الخمسة قولي العز هم بدوداً اللي صمموا على ينتظروا ياخدوا القرار وينتظروا ويأمنوا به مية بالمية ولذلك الخمسة قولي العز اللي هم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعاً على رأسهم اللي هو نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد دول الخمسة قولي العز فدولة اللي كانوا يعني أخذ عليهم ربنا الميساق كامل لأنهم قالوا منتظرين إحنا منتظرين للإمام فأخذ عليهم الميساق قال لهم إيه في الميساق؟ قال لهم إنني ربكم ومحمد رسولي وأمير المؤمنين علي وأبناءه هم حفظت سري وحفظت علمي اخذ بالك خزائن علمي وأن المهدي أنتصر به لديني وأقيم به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأطيع به في الأرض رغماً أو كرهاً يعني المهدي ده له خصوصية خاصة عند ربنا مش زي بقيت المرسلين بعد محمد طبعاً صلى الله عليه وعليهم أجمعين إنما له المهدي خصوصية خاصة ولذلك كل الأنبياء كان لازم ينتظروا المهدي انتظروه عارفين قيمته عند ربنا قد إيه يعني إذا كان الإمام الصادق بكل عظمته بكل علمه بكل الهيبة اللي هو فيها والعلم اللي هو فيه يقول لو حضرت في وقته لخدمته طوال عمري لو حضرت وقته لكنت خادم عنه شو هي الإمام؟ لكنت خادم عنه ليه؟ عارفين قيمة الإمام المهدي الإمام المهدي ده ربنا حطه قوة لأله أو حطه ينتظر فيه يعمل دولته كلها كاملة عن طريق الإمام المهدي سلام الله عليه فيه كتاب علل الشرائع الإمام الصادق بقول له سدير بقول له يا سدير إن المهدي له غيبتان طويلتان فقال له يا ابن رسول الله لماذا؟ ليه الغيبة دي؟ قالوا لأن أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع فيه سنن جميع الأنبياء وغيبتهم وما يقدر يطلق غير ليتم كل العهد ده عهد الأنبياء لازم يتمه كل كل سنن الأنبياء موجودة في الإمام المهدي وكل أغراض الأنبياء اللي سبوها يعني وراستهم كلها عند الإمام المهدي اللي يطلع يقول لك لقوا تابوت العهد هنا أو تابوت العهد هنا أو لقوا بعرفش إيه كله كذب كل مصادر الأنبياء اللي تركوها محفوظة عند الإمام المهدي فقال له قال له لا سدير قال له ألا تسمع قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق قال له يعني إيه قال له يعني كل سنن الأنبياء هتعدي عليكم يا أمة محمد وده بالفعل اللي احنا شايفينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان قاعد في المسجل وحواليه أتباعه اللي قاعد فتطلع في السامة كده وقال اللهم لقيني إخواني فرد واحد قال له وإحنا مش إخوانك قال أنتم أصحابي خد بالك من الكلمة كيف اخترها أنتم أصحابي أما هؤلاء إخواني قالوا له مين هم قال لهم قوم آخر الزمان اسمع كيف الرسول بيحكي عنكم قوم آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني وآمنوا بكتابي ولم يروني واتبعوا سنتي ولم يروني اللهم لقيني إياهم قد أعلمني الله تعالى بأسمائهم فردا فردا قبل أن يضعهم في أصلاب آباهم يعني كأن رسول الله عارف أسمائنا واحد واحد آه الإمام عادي بقى بيوصفهم بيقول إيه أهل زمان غيبته والمؤمنين برجعته والمنتظرين عودته هم أرقى أنواع المنتظرين هم دولة الناس اللي تمام أنا بتكلم بلغتي مش بلغة الإمام هم دولة الناس اللي تمام يعني هم دولة أحسن ناس انتظروا الإمام قالوا له ليه قالوا لهم لأن الله أعطاهم عقول وأعطاهم العقول والأفهام اللي تفهم عننا وتقدر تفهم كلام رسول الله وتفهم أوامر الله وتفهم عن الإمام المهدي وتنتظره كأنها في المشاهدة يعني تقول إيه أنا حدي عن الإمام حطعم عن الإمام عيب الإمام شايفنا ما تعمليش كذا ما تروحيش كذا الإمام شايفك ما تعملش كذا الإمام شايفك تحس كأن الإمام عندهم في المشاهدة دولة أحسن ناس يقول هم المؤمنون حقا هم شيعتنا حقا ليه لأنهم يعبدون الله سرا وجهرا ويعلمون كتاب الله سرا وجهرا يبقى الصفات دي كلها اللي موجودة في شيعة عليك مين هما؟ عندهم أفهام عندهم علم عندهم فهم لكتاب الله وعندهم الإمام المهدي كأنهم شايفينه بيتصرفوا كأن الإمام حواليهم وسامحهم يعني لما ترمي ورقة مكتوب ترمي في المياه للإمام أنت منهم لأن أنت شايف إمامك وعارف أن إمامك موجود لما تحكي وتقول بالليل وإنت قاعد في صلاة الليل يا إمامي حللي هالمشكلة يا إمامي وصلني للحل أنت عارف أن الإمام موجود فدولة الناس اللي متبعين الإمام وعندهم الإمام في مرحلة المشاهدة طيب من كتر ما الناس في العالم حوالينا هنا بتكلموا عن الإمام المهدي الإمام المهدي الإمام المهدي العالم كلها ضجة بتقول الإمام المهدي اليهود قاعدوا قالوا خلينا نبحث في دين الإسلام ده ونشوف اللي بيقولوا طبعا الشيوخ بتاعته مش شيوخ العلماء بتوحهم ما سقول الكتاب بتاعنا إحنا قاعدوا يشوفوا إيه هو يتكلم عن الإمام المهدي لأوا أن الإمام المهدي مكتوب في الطورة ومكتوب في الإنجيل ومكتوب في الكرآن قالوا دي مصيبة صودة ده موجود ده مقرر على كل الكتب السماوية فقالوا إحنا كمان عندنا وقعة وقعة كبيرة قوي إيه هي قالوا إن موجود في الطورة إن دولة بني إسرائيل حتوعد فقط 76 سنة من عمرها وبعدين حتنهار الدول فقعدوا يحسبوا من سنة 48 لسنة 2023 طالح 76 سنة فدلوقتي السنة اللي إحنا فيها دي السنة اللي فيها بتنهار دولة إسرائيل مش بكلامنا يتسحبوا يتسحبوا ويحطوا شنطهم ويطلعوا ويخافوا خايفين يعني نقدر نقول سكتوا لا أبدا اليهود عبرهم ما يسكتوا بحثوا عن طريقة يحطموا فيها المسلمين قبل ما تتحطم دولتهم عملوا إيه أول حاجة تسلطوا على الأطفال في المدارس يحاولوا يفهموهم إن الدين الإسلامي ده دين عوج ودين قاسي ودين يتحكم فيكم ما تردوش على الحاجات دي بطريقة ان دايريكت يعني من تحت لتحت يحطوا لهم أفلام كرتون للأطفال أفلام كرتون إن ده بطل وإنه اللي في دماغه لازم يمشي وإنه طالما إنه يهودي محدش يقدر عليه وإنه بعدين يدوم أفلام تانية إن ما تردش على أبوك ولا على أمك ولا على حد اللي في دماغك يعمله يعني خراب كامل للأطفال لدرجة وصلوهم لمرحلة إنهم يقلوا لهم في المدارس إن المثلية دي حلال لإلكم اللي عايز يقلب بنت يقلب والعايزة تقلب ولا تقلب وأبوكم ما يتدخلش ولو يتدخل نحبسه للدرجة دي عايزين ينشروا الفساد في أولادنا عشان يبعدوهم عن فكرة المهدوية طبعا الأهالي كتير احتجوا وعملوا ممكن شفتوهم على التلفزيونات احتجوا وعملوا احتجاجات ووقفوا في الأماكن وما فيش فايدة يجوا للشباب اللي اللي أول طالعين يفهموهم إن دولة إسرائيل دي دولة قوية ومحدش يقدر عليها وإن اليهود كذا واليهود كذا واليهود كذا فيجي للولد يعني متشبع بالأفكار دي طبعا أفكار يجبها له عن طريق قصص يجبها له عن طريق أفلام يجبها له ما بعرف عملوا كده وبيعملوا كده في ولادنا وما فيش الاتجاه المعاكس يعني مثلا نقول ابني بيجي من المدرسة عنده الأفكار دي يعني فيه قنوات فضائية تقدر تديله وتعكس الكلام ما فيش للأسف ولو يطلع شيخ على المنبر بيحكي حاجات ما يفهماش الشباب اللي التين إجر اللي هما سبعتاشر تمنتاشر بيحكي عن فلان عمل وفلان راح وفلان هما مالهم ما حد بيحاول يدي ثقافة إسلامية صح لتعدل سلوك الطالب أو الشاب في الوقت ده وإحنا عايشين هنا في أمريكا أنا بتكلم من منطلق الغرب اللي عايشين في الغرب اللي عايشين في الدول العربية للسقاء أهون وأحسن على القليلة ولو إن الأسف الشديد الدول دلوقت شالت حصة الدين من المدارس من ضمن الخراب آه إنما اللي تيجي تشوف إيه إن يجي اليهود آه أو مش هقول بس اليهود اليهود وغير اليهود يقول لك إحنا عندنا تكنولوجيا عالية جدا ما حد يقدر علينا إحنا أقوى دولة في العالم إحنا 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 ولا حد ونسيطر على كل الأرض ونعمل دولة واحدة ونعمل جيش واحد ونحكم العالم كله فربنا قال لهم إيه فأتاهم الله من حيث ولم يختز قال لهم طبعا أنا حوديكم حتة بس أدي كده من غضبي وشوفوا غضبي إزاي إنتوا شايفين معايا كيف الدنيا تشقلبت كيف الأمطار بتنزل كيف السيول بتجري كيف التلج بيدفن كيف وكيف 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 ده لسه أول مبارح بيحكوا عن سحابة سحابة شيلة نار وجات على بلد من بلدان كاليفورنيا وفتحت ونزلت غرقت البلد كلها وماتوا يعني غضب ربنا لما يطلع ما حد يقدر يقف قدامه أبدا ورينا قوتكم عملت إيه التلج اللي دفن جنب نيويورك اللي دفن ناس وقتل ناس حوالي ستين سبعين ماتوا من التلج عملتوا إيه بقوتكم ولا حاجة يبقى قوت ربنا هي اللي تحكم قوت ربنا هي اللي تمشي تعرفوا إن العواصف اللي قامت هديك اليوم واستجاروا منها العواصف دي عبارة عن جند من جنود الله أنا حديك فكرة عن الهوى الرياح عشان تبقى تفهم لما الرياح دي يجي تعرف الرياح دي شكلها إيه واحد بيروح اسمه أبو بصير سأل الإمام الباقر وقال له إيه قال له يا ابن بنت رسول الله بيقولوا إن فيه أربع أنواع من الرياح رياح الشمال ورياح الجنوب ورياح الصبا ورياح الدبور هل مظبوط إن رياح الشمال من الجنة ورياح الجنوب من النار قال له أعد قال له لله جنود من الملائكة والملائكة دي لها أسماء وكل ملك يمسك نوع من الرياح يسميها باسمه يعني الشمال ملكها الشمال اسمه الشمال وماسك ملك رياح الشمال والجنوب ملكها الجنوب وعندك ريح الصبا وريح الدبور كل ملك ماسك الرياح دي وبعدين يقول لك إيه؟ إن فيه أقوام صلت عليهم ربنا الريح يعني مثلا كذبت عادن فكيف كان عذابي ونظر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسن مستمر ريح صرصر الريح اسمها صرصر الملك اللي مسؤول عن الريح دي اسمه صرصر تعرف ريح عاد دي بالذات بيكتبوها في الكتب وبيستعجبوا عليها ليه؟ لأن الريح دي لما سمعت غضب ربنا على الناس دول انفجرت وتطلع زي أسد الغضبان فلما طلعت كسرت الدنيا يعني شارت تقلع الشجر وتقلع البيوت وتقلع الدنيا كلها فاللي حصل إيه؟ الملك قال له يا رب مش قادر عليها فربنا بعد جبرائيل زحى بجناح وكده وقال لها أخرجي على قدر ما أمراك إلا فقط ورجع نز زاح الحاجات التقيلة وخليها على قد معمار يعني بتطلع بس هالآن بتخرب الدنيا كلها الريح اللي طلعت هديك اليوم اللي شفتوها اللي كانت الراجل اللي بقى ماشي تحدفه لبقى مسافات بعيدة السيارة شالتها لفوق وحدفتها دي ريح مسخرة من قبل الله تعالى ويحملها ملك فالملائكة اسمها على اسماء الرياح وبعدين عندك الريح العقيم الريح العقيم دي فيها عذاب وقليم عندك ريح تانية اللي هي إعصار إعصار برضو دي يمسكها ملك الإعصار يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما يريد إن يعزب قوم يبعث وراء الملك يقول له مثلا يا ملك الفلان روح على المنطقة الفلانية وينزل عليهم غضب فياخد جزء من الريح ويطلع على بيت الله الحرام على الجزء الشمالي منه على الجزء الشمالي منه بيجناحه يطير ريح الشمال فتطير كما أمر الله يعني عايزك تروح على كاليفورنيا بتروح عايزك تروح على فلوريدا بتروح عايزك تروح هنا بتروح وهو الملك معاه فتعمل الريح لما تغضب لما ربنا يغضب ويبعث الريح بغضب يبقى زي الأسد المجنون فالريح بتخاف من غضب ربنا وبتغضب على غضبه فلذلك بيطلعها باحتراس الملك لأنها لو طلعت على راحتها الدنيا راحت فبيطلعها باحتراس بكمية محددة من قبل الله تعالى تنزل غضبه على الجماعة دول وتنزل غضبه على الجماعة دول مع الملك المسؤول عن الرياح إنما في فرق بين ريح ورياح دايما الريح كلمة ريح فيها عذاب كلمة رياح فيها رحمة يعني الرياح لما تيجي يتقلب وبعدين الرياح معناته رحمة الرياح بتيجي الرحمة دي بتنبت النبات بتطلع الأزهار بتحمل السحاب المطر عشان تنزله في المكان الفلاني فرق بين ريح ورياح بتفرق طيب دلوقتي عايزة أقول لكم بقى على إيه على اللي حصل أعداء الإسلام عملوا إيه بدأت علماءهم تكتب وبدأوا يطلعوا كتب وكتب بالإنجليزي عشان الشباب اللي عندنا يسمعوا يقروا ويقول لهم يعني مثلا عندك في أمريكا طلعوا جريدة اسمها القضاء على المهدي قبل ظهور طبعا بالإنجليزي هي نشرت مئات المقالات عن المهدي تقول لهم فيه إن إسرائيل لها قوة عظمى ولا أحد يقدر عليها وإن العرب لو دخلوا في حرب مع إسرائيل حيفشلوا مية بالمية يعني تهبط معنوياته تهبط نفسيته إن أي العرب يدخل حرب مع إسرائيل لا حيفشل طيب طلع في جريدة تايمز يقول أحدهم إن العرب يعيشون في وهم كبير هم يفهموا العرب عشان خاطر داء الزل والمهانة من إسرائيل لما احتلتهم فعايزين يفرجوا عن نفسهم بوهم اسمه المهدي بيتعلقوا عليه ده وهم ده حلم ده مية ما فيش حاجة اسمها المهدي عشان يعبي أقول شبابنا فيش حاجة اسمها المهدي ده كله وهم دولا كلهم بس عايشين حالة الزل والقه اللي عملته إسرائيل فيهم ده في مجلة التايمز في مجل في لندن بيقول بيقول إيه أحدهم بيقول دي كذبة كبرى اسمها المهدي طلعوها العرب واخترعوها بعد الزل كلهم بيقولوا بعد الزل والإهانة اللي شافوها من إسرائيل وبعدين يقول لك إيه هنا عندهم آل إيه عايزين يقضوا على اليهود ويسطروا على بيت المقدس ويستولوا عليه ده حلم عمرهم ما حيشوفوه وفهموا العرب وقلوا لهم البقاء للأصلح شوف اللقم في الكلام فهموهم وقلوا لهم البقاء للأصلح في ألمانيا واحد برضو في ألمانيا بيقول رأس الفكر الإسلامي يرتكز على فكرة وهمية اللي هي اسمها المهدي يقولهم إن المهدي ده خرافة وقعد يقولوا المهدي له علامات وله إشارات وإحنا عادنا نتفرج عليهم ونشوف طلعت العلامات وخلصت وما طلعش المهدي وإن مهديكم بقاء افهموا يا عرب افهموا يا عرب مفيش حاجة اسمها مهدي لا والله ورغم أنف أنفكم كلكم رح يطلع المهدي وحي يكسر راسكم اللي بتقولوا ده الحكي في أمريكا تاني قالوا بقى فكرة تانية فكرة شيطانية جات لهم قالوا أحسن حل نعملوا نضرب البرجعيات في بعض وخليهم هم بعضهم يصطفلوا بيحطموا بعض وبيلتهوا عن فكرة المهدي فعملوا إيه؟ جات لهم فكرة أن الشباب اللي عندهم اليهود اللي بيحكوا عربي وبتطنوا اللغة العربية يعلموهم أكم من شغلة في الدين الإسلامي ولبسوهم العمّة ويبعثوهم على العرب يعودوا في المجتمعات ويحكوا كلام من عند اليهود مش كلام ديننا إحنا كلام داخل في ديننا يشوش على الدين والناس اللي ما عندهاش فكرة قاعدة بتسمع يعني دي حصرة في قلوبنا إحنا الناس جهلة أول مرة بتسمع الكلام ده قاعدة بتسمع والله الشيخ بيقول كلام حل جايبوا منين؟ جايبوا من؟ إسرائيل؟ مش جايبوا من كتابكم بعتوا عملوا الحكاية دي وبعتوها وجمان جم على العرب الشيوخ قاعدوا يتمسخروا عليهم ويسموهم إيه؟ أهل العمائم أهل العمائم وبعدين جملة ضعاف النفوس اشتروهم بالفلوس أدفع لك وعمل لك مسجد وتقول الكلام اللي احنا عايزينه ماشي اوعى تغير كلامك ماشي بالفلوس فاشتغلوا جوه يعني نخروا جوه دين جوه بلادنا إحنا جوه نفوسنا إحنا أصبح ولادنا مش عارفين الحقيقة فين؟ يا در الشيخ دي بيقول صحة ولا غلق؟ يا در الشيخ دي بيتكلم صحة ولا لا؟ ولا لا؟ المرجع ده ماشي وراه؟ ولا المرجع التاني؟ طب المرجع ده بيقول كلام والمرجع ده بيقول كلام أمشي ورا مين؟ أحسن لي بلا مرجع؟ لا لازم يكون لك مرجع بس لازم تختار المرجع الصح مش المرجع اللي بتخبط في كلامه هم؟ هم عملوا فينا كده وما زال الوضع زي ما هو انت بص على في عشوراء بيطلع واحد ورا التاني على المنبر واحد ورا التاني على المنبر بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ في حاجات ملهاش دعوة بالشباب اسمع فيه صلاة الجمعة دلوقتي الشباب بيتحمسوا بيروح يسمعوا صلاة الجمعة بيتكلم عن معركة بعرفش ايه اللي حصلت ايام ايه؟ وهو الشاب جاي يسمع حاجات في عصره في وقته ادي له علم يفهموا ضد علمهم اللي هما بيحطوه في دماغتهم يا مولانا ادخل واسمع المدارس بتعمل ايه؟ ولازم توقف انت على المنبر تتكلمه وتقول عكس اللي هما بيقوله يعني تشطف عقول الشباب من القزارة اللي بيحطوها فيه ملكش هما ملهمش دعوا بالمعارك اللي فاتت ولا مين كان عيد ملاد مين ولا عيد وفات مين ولا كان اصل فلان بيعمل ايه ولا كان فلان اشترك ملهمش دعوا بالكلام ده مش عايزين يعرفوه عايزين يعرفوا حاجة وهما في حياتهم تمشيهم بيسمعوا اشكال ومش لقين حد يصد الكلام ده مش لقين وده الكلام ده ببجهو لكل الشيوخ اللي بيقفوا في يوم الجمعة على المنبر بتقف يوم الجمعة بتعمل بتعمل صلاة الجمعة صلاة الجمعة دي لازم تكون مدراسة مدراسة للشباب يفهموا فيها هما بيعملوا ايه؟ هما بيصلوا يعني اسأل الشاب ليه بتصلي؟ اقول لك باعرفش اسأل البنت ليه لابس حجاب؟ اقول لك باعرفش امي قالت ليلبسي وخلاص لا ما ينفع عشان كده بيفكوا الحجاب مش فاهمين حاجة وعشان كده بيزق من الصلاة بيبشي مش فاهمين؟ ليه ما تكونش وظيفتك انت تعليم ان تفهمهم لماذا فرض الله الصلاة ولماذا فرض الله الحجاب وليه ما تقفش وتقول ان الحجاب فرض زي ما فرض عليك الصلاة والصوم والحد فرض عليك الحجاب مش تقولي لما اقتنع ولما اصلي مش مقتنعة واصلي مش جاي على بالي واصلك ايه وفصلك ايه؟ للأسف بناتنا دلوقتي ادخلوا على الحفلات أعياد الميلاد كتب الكتاب العرص ادخلوا على الأعراس شوفوا بنات المسلمين بيعملوا ايه بيلبسوا كأنهم أمريكانيات مشلح ومفتوح ومفتوح من الجنب من وركها لتحت ومفتوح من صدرها لازم تبان هيك وإلا بتبان البنت بعدين إنها يعني مش متحضرة أنت يا حبيبة قلبي لو قلت الأمريكانية تبق انت زيهم ما انتش من المسلمين لأن من اتبع السنة غير الإسلام مش من الإسلام ما تجيش تقولي أنا مسلمة انت مش مسلمة لو اتبعت اللبس بتاعهم يبقى مش مسلمة لأن المسلم هو من يتبع كتاب الله من يتبع كلام الله من يتبع أمر الله ربنا أمرنا في الكتاب باللبس إزاي يكون ربنا أمرنا في الكتاب بالحركات إزاي تكون ما قلكش البسي مشلح ولبسي وتقلدي الأمريكانية هتقلديها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع سنتهم وان اتبعت سنتهم طلعت من دي كلام ده بوجهه وخصوصا للجماعة اللي بيروحوا على الأعراس وشفتهم أنا بعناي وكل شوية أفتح على اليوتيوب الأعراس بتاعت ناس بعرفهم وبنات بعرفهم مفيش حجاب مفيش سطرة واللبس كأنهم أمريكانيات الله يعوض عليكم منتوش مسلمين واخد بالك أنا مقلتش منتو مؤمنين لأن فرق بين الإسلام والإيمان أنا طلعتكم من الإسلام كله بالإبسكم وبتأصرفاتكم وبعريكم الشديد اللي انت بتطلعوا فيه لأنكم بتقلدوا الأمريكان وإحنا مش زيهم ياريت إحنا كنا نموذج قدامهم يشوفونا ويقولوا ياريتنا إحنا كده مش إحنا نقلدهم ياريت هم ما يقلدونا للأسف القرآن ربنا سبحانه وتعالى حطه إلى يوم القيامة لكل زمن موجود ولكل وقت موجود تخيل إن فيه آية في القرآن بتكلمنا عن وقتنا ده اسمعها معايا وفهمها بتتكلم عن الوقت اللي إحنا فيه اسمعها بيقول إيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم فيه على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم فيه حتى يميز الخبيثة من الطيب يعني ربنا مش حيسيب المؤمنين متعذبين وشايفين ومأهورين حتى يميز يميز يعني يفرق يفرق بين الطيب وبين الخبيث عندك في صورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا يعني انفصلوا عن بعض وبعدين يقولك الإمام الصادق لا تمر الأيام حتى ينادى من السماء ينادى من السماء يقولهم يا أهل الحق اعتزلوا ويا أهل الباطل اعتزلوا انفصلوا عن بعض ولحالهم بتلاقيهم انفصلوا يا أهل الحق اعتزلوا ويا أهل الباطل اعتزلوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ده ربنا بقولك مش حيسيبكم مش حيسيبكم أبداً واللي انتم فيه بتبصوا مؤهورين ومش قادرين تتكلموا ولو تكلمتوا بيسكتوكم وانت شخصك وانت مالك وانت ايه دخلك أنا حرة مفيش حاجة أسمع حرة احنا ما نزلناش على أرض هنا بحرية كاملة اداكي حرية هل قد والباقي كله اداكي أوامر تمشي فيها عشان خاطر تعيشي بعد كده فوق مرتاحة الأوامر مردتي تسمعيها تسدق وتسدقه ان الخلافة المحمدية لم تبدأ بعد لم تبدأ بعد امال امتى تبتدق تبتدق حين يظهر الامام المهدي حين دخول الامام المهدي الينا تبتدق الخلافة المحمدية الخلافة المحمدية اللي هي اللي هي بدأ ربنا مش اني جعلهم في الأرض خليفة هي دي خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تبتدق بيه ظهور الامام المهدي الامام المهدي حيمهد الأرض حينضفها ويمهدها لظهور رسول الله بس قبل رسول الله هيظهروا الامة واحد ورد تاني في الرجعة الرجعة هتكون لما يطلع الامام المهدي زي ما قلته قبل كده أنا هيطلع بعديه بشوية الامام الحسين والامام الحسين مع الامام المهدي هييرجعوا الجماعة اللي قتلوا الحسين وياخذ الحسين طاروا منهم وبعدين هنا ربنا سبحانه وتعالى بيستعجب على الناس اللي ما بتردش وما بتسمعش وما بتتكلمش وما بتسمعش ما تنفس كلام الله هنا بيقول لهم بيبص كلام ربنا كأنه قاعد قدامنا وبيكلمنا شوف العظمة في الكتاب بيقول لك إيه هل ينظرون إلا أن يأتيهم تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك مستنين إيه دول مستنين لما تجيهم الملائكة الملائكة لما تجيهم تجيهم لحظات الموت هل تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك طبعا هنا ربك ما قسودش فيه الله لأن ربك رب الأرض هو محمد صلى الله عليه وقاله ينتظرون الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك آيات ربك اللي هو المهدي عليه السلام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان يا خير أول حاجة ما تنزل الإنسان في القبر حيسألوا أول حاجة من هو إمامك من هو إمامك هتقولوا إيه هتقولوا إيه من هو إمامك من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية شفوا كم من المسلمين حيموتوا ميتة جاهلية عدت تلتانى المسلمين كده مش عارفين إمامهم ولما نيجي نحكي بيقولوا أنت بتتكلمي بعصبية وأنت بتتكلمي بشدة وأنت أنا مش عصبية ولا بتكلم بشدة أنا قلبي عليكم قلبي عليكم لما تنزلوا في قبركم وتسأل من هو إمامك هتاخد خط 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 على دماغك لم قلت لهم ما عنديش إمام ما رأيك في الرجل الذي بوعس فيكم ما قال لكمش إن في عندكم إمام ما قالكش في كتابه إن عندكم إمام لم يتكلق لم ترى الإمام طلع قدامك وشفته ما كنتش مآمن به أنت بتقوله أنا شفته بس ما آمنتش به يعمل لك إيه بقيت يعلمك إزاي يفاهمك إزاي كله نفس بما كسبت رهين وبعدين هنا ربنا بقولك عنده طريقة بقى يعملها في الناس دلوقتي وشوفها كيف متحقق حوالينا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي حتى إزا فرحوا بما جاءوا حتى إزا فرحوا أبواب كل شي حتى إزا فرحوا بما قدوا أخذناهم بغدا فإزا هم مبلسوا يعني إزا أنت نسيت ربك ونسيت دينك ونسيت إمامك والتهيت بالدنيا وبشرة البيوت وبشرة السيارات وبالفلوس وبالملاهي وبالمرائس وبالأحفلات ناسي وتنام في آخر الليل ناسي لا صلات فجر وصلات دور ولا عاجة هدولة بقى ناسوا ناسوا الله فأنساهم أنفسهم يعمل إيه فيهم ربنا يديهم أكتر وأكتر وأكتر ويفرحهم ويشعروا إن هم أعظم ناس وبعدين يأخذهم بغدا بغدا فإزا هم مبلسون مبلسون يعني فضيين على الآف خد بالك الدنيا مش مكان فرح ما خلقناش في الدنيا عشان نفرح الفرحة فوق لما يجي لك الخبر إن أنت عفى عنك الله وبارك الله فيك ودخلك الكنة بصلاتك على محمد وقال لي محمد كل يوم بأعمالك الطيبة بلبسك الطيب بصدقاتك الطيبة بذكرك لله بصلاتك بقيام الليل بكل ده يعمل بكل ده يتحول لك إلى جنة فوق شوف بقى الأرض هتسيبها بكل الفخامة اللي أنت فيها بكل ده هياخدوا منك بغدا إزاي ياخدوا منك بغدا بموتك بتسيب كل الفخامة دي وبتروح فاضي لا طولت الدنيا ولا طولت آخر طيب الكلام ده كله لما يطلع الإمام المهدي خلصنا حنطق بقى في أيام الله ما هي أيام الله قلتها لكم قبل كده أيام الله ثلاثة يوم الخروج بتاعت الإمام يوم الرجعة يوم القيامة يعني شوفوا قدي إحنا قربنا على يوم القيامة يا جماعة شوفتم يعني الأقوام اللي فاتت دي راحت إنما إحنا آخر الأقوام اللي حتطلع علينا يوم القيامة ولسه قاعدين ملهيين يا الله ملهيين بالدنيا فلذلك عندنا إحنا يوم الخروج خروج الإمام هو على شفا حفره يعني تلاقيه في أي وقت يوم الخروج يوم الرجعة يوم القيامة في آية حيرت العلماء في فهمها معرفوش يفهموها لغاية ما وجدناها عند الإمام الصادق في أصول الكافي الآية دي بتقول إيه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله الواحد يبص في الآية يقول له أغفر لواحد لا يرجو أيام الله قال نعم طب فهمها لي مولانا إزاي أغفر له وهو لا يرجو أيام الله قال له نحن منلنا عليكم بالمعرفة عرفناكم أيام الله فإذا انت عرفت أيام الله وعرفها غفر الله لا فلذلك ده المطلوب إن ديركت إزاي مطلوب إنك تعلم اللي قدامك الدين اللي إحنا منقوله لك إحنا منقولك تفسير وإنت عليك إنك تنشر التفسير ده فهمت يعني نحن مننى عليك مننى عليك عارفين يعني إيه مننى عليك مننى عليك بتعليم أنا لك هي تفسير الآية فلذلك إن تعلموا إهم أيام الله التلاتة دول فإذا عرفهم وآمن بأصدق بهم غفر الله شوف إنت حتكون بقى سوربك عشان كده جماعة بنقول لكم أنا إيه اللي يعد يقول لك أنا بفسر في الباطن أقول لك كذلك لأن محدش يقدر يفسر الباطن أبدا إلا آلي محمد أبدا لأن تفسير الباطن ده أي تفسير الباطن ده عمق عمق محدود بس عن آلي محمد يقول لك ربنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إيه هو القسم ده يا رب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يمس يعني يدخل في أعماق إلا المطهرون فمحدش يقدر يفسر القرآن بالباطن إلا المطهرون فلذلك تفسره إزاي عن الطريق إنك تسمع الإمام وتقول للإمام قل إيه وتنقل كلام الإمام لغيرك هنا تبقى أنت بتعلمهم صح إنما تقعد أنت تفكر وتفصل القرآن وتقول أنا بدخل في الباطن كذاب حديك مثال عندك في القرآن بعض آيات مشفرة وإحنا قلنا لك الآيات كتير مشفرة في القرآن ما حد يقدر يفسرها غيرهم يعني أديك فكرة عندك مثلا الآية اللي بتقول ولن ولن يدخلون الجنة حتى يلقى الجمل في سم الخياط معناها إيه مش ممكن يدخلوا الجنة إلا لما الجمل يدخل في خرم الإبرة قد معناها إيه ولا حد يعرف يفسر تعال نسأل مولانا الإمام الصادق اللي هو صادق العترة كلها مولانا الإلحاية دي بتقول لك قال لك إن دي ده جمل البصرة جمل البصرة لم يكن جمل إنما كان شيطان اسمه عسكر تشكل في سورة جمل وقتله عليه قتله عليه شيطان اسمه عسكر شايف الفكرة مين يقدر يدخل في الباطن يقول لك الكلام ده ولا حد ولا حد واللي يقول لك أنا بفسر بالباطن يقول له كذب اللي بفسر الباطن هو صادق العترة هو الإمام الباقر والإمام المهدي والإمام الرضا بياخد عنه بيقول لنا هما بيقولوا إيه عندك آية تانية آية دلوات هي حتكون فاجعة لكم بس أنا جبتها من أربع كتب الآية دي بتقول إيه اسمع معاي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وفضلناهم على العالمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وفضلناهم على العالمين صادق العترة بيقول كلام موجه إيه لنا إحنا نحن بني إسرائيل قلنا له معقول أن نحن بني إسرائيل واسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وقال يقول أنا محمد وأنا عبد الله أنا أحمد وأنا عبد الله أنا إسرائيل وأنا عبد الله وكل ما يقوله لإسرائيل يعني به إلينا طب يعني معناته كده بقى لما نيجي نفسر وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين ولتعلن علوا كبير نفسرها إزاي يا مولاني قال لك تتفسر أوي قال لك الكلام يقصدنا إحنا قضينا إلى بني إسرائيل إليكم يا أمة محمد في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين أول إفساد قتل علي وتعني الحسن تاني إفساد قتل الحسين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاءت الأولى أنا مش عارفة مش حفظاها إنما إذا جاءت أولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا قال لك داع علي في البصرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقصروا لهم بيوتهم وأتلوهم فيها وكان وعدا مفعولا وإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة اللي هو وعد ماذا؟ الإمام المهدي ليسوءوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تدبيره لو يسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مع رسول الله وليتبروا ما علوا تدبيرا يعني كل شيء رفعتوا لفوق وقلتوا عاملين وعملين لفوق حيهدوه وليتبروا ما علوا تدبيرا وبعدين أنا بقول لهم إن عدتم عدنا خد بالك لما ربنا يحط نفسه في صف مع المؤمنين إن عدتم عدنا يعني أنا والمؤمنين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة شايف التفسير هنا إزاي بختلف؟ وتيجي تقول لبص في كتب التفسير الثانية بيقولها عن بني إسرائيل بيقولها عن اليهود لا وعالوا علوا كبيرا إن هي بني مؤمية وبني العباس وعجبوا على المؤمنين وعجبوا على آله محمد وبعدين بعتلهم عباد اللي هو آخر الزمان اللي هو الإمام المهدي حيشوف حيعمل فيهم إيه ليسوقوا وجوهكم بتقولوا زليت المؤمنين وزليت المسلمين عشان كده مؤهورين طب شوفوا اللي حيحصل فيكم عندك آية تانية مش آية هي حديث للإمام علي العجب العجب بين جمادي ورجب قالوا له يا حدي إيه؟ بتوضلك تقول العجب العجب بين جمادي ورجب قال لهم في جمادي حيطلعوا جماعة من القبور أنتو في دعاء العهد مش بتقول أخرجني من قبري حاملا سيفي مؤتزرا لبسي معرفش إيه؟ الجماعة هيطلعوا من القبور في الكوفة وحيمشوا في أسواق الكوفة يقتلوا كل واحد منافق وكل واحد ضد الإمام علي يقدروا عليهم دول أموات ما يقدرواش عليهم فهذا العجب ده العجب أن أموات بيقتلوا الناس ولذلك هذه موجودة عندنا في الكتاب اللي هي أيها الذين أمنوا لتتولوا قوما غضب الله عليهم يأسوا من الأخيرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور آخر حاجة بأحولها لك اللي هي إيه؟ عن الإمام الرضى عليه السلام دخل أبو المنزر الكلبي على أبي عبد الله عليه السلام فقط ده الإمام الرضى اللي بيحكي فقال قال له سألوا الإمام قال له أنت الذي تفسر القرآن قال نعم قال طب أخبرني عن هذه الآية قال له فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ما هو القرآن الذي إذا قرأه رسول الله احتجب عن الناس قال لا أدري قال له كيف لا تدري وأنت تفسر القرآن وتقول إنك تفسره وفاهم فيه قال له تب علمني يا مولان قال له أعلمك إيه؟ قال له في كتاب الله ثلاث آيات في الكهف وفي النحل وفي الجاسي فإسمع الآية بتقول إيه؟ أرأيت الذي اتخذ إلهه هواء وأضله الله على علمه على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ اذكروا إن اللي يحاول يعمل كده بيكون ده أضله الله على علمه بقوا في الغاية كده النهاردة بشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله تكون الحلقة أعجبكم اشتركوا في القناة